من عظمة اللغة العربية الدكة في اختيار اللفظ واستخدامه مثل قولنا أتى أي جاء من مكان قريب قدماء جاء من مكان بعيد أقبلاء جاء راغبا متحمسا حضراء جاء تلبية لدعوة زاراء جاء بقصد الطواصل والبر طرقاء أي جاء ليلا قشيا جاء صدفة دون علم وافا جاء والتقى بالمقصود في الطريق ورد جاء بقصد التزود بالماء وفدا جاء مع جماعة حقا ما أجمل اللغة العربية التي تستخدم الألفاظ استخداماتها الصحيحة